موسيقى معاك مرة تانية سيدتي على الهوى والحقيقة جينا الفقرة مهمة جدا وتحديدا فقرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع بيشغل بالكتير وبنسمع عنه وبنقر عنه كتير جدا وهو تجميل الانف سيدنا طبع يتم معانا في الستوديو كبير جراحي التجميل دكتور مونير وليام اهلا بحثتكم لسانة وانت طيب سانة وانت طير وسلام اهلا وسلام دكتور مونير الانف الحقيقة الانف دي النهاردة يعني بعد الثورة في عالم جراحة التجميل اصبح فكرة عملية التجميل للانف بتيجي في دماغ البنت اللي عندها 12 و13 سنة البنت والولد يعني احنا هنتكلم بقى عنه البنت النهاردة وبيختاروا بقى عايزين الرومانية عايزين المرفوعة عايزين الجاية يعني كيلباترة الحقيقة كلام كتير قوي قبل ما نتكلم بقى ايه القصة دي عايزين اعرف المرخيب دي ايه قصتها بالضبط يا تت هي عدمة ولا جلد ولا ايه بالضبط وفي البداية الانف دي الحقيقة جزء غريب في جسم الانسان وعجيب ومنظر جمالي جميل جدا عشان اذكر اقول ان زمان كانوا في اسيا بيقطعوا جزء من الانف كشيء من العقاب وفي نفس الوقت اول ناس ابتدوا يشتغلوا عن الانف كانوا الهنود لكن لو جينا نتكلم عن الانف سيادتك بتسألي بما يتركب فاحنا بتحب نفتكر دايما رقم 3 الانف بتتكلم نتكون من 3 اجزاء الجزء الخلفي جا جزء عظم والتلت الاوسط جزء غضروفي تلت غضروفي والتلت الامامي جزء رخوي حتى الجزء العظمي بيتكون من 3 عظيمات من الجنجمة والجزء الغضروفي بيتكلم من 3 غضروفي صغيرة والجزء الرخوي ايضا بيتكون من 3 اجهات اذا نظرت للانف من الجام فحتلاقيها مسلسة واذا نظرت من اسفل حتلاقيها على هيئة مسلسة 3 اضلاع وكل الانف على بعضها عبارة عن منشور سلاسي قاعدته مسلسة فالانف لجزء عجيب بيقع في التلت الاوسط من الرأس كل شيء فيه يرمز الى رقم 3 ولازم نبص له هذا الرقم طيب دكتور مونير احنا بنقول انه الانف بنقول انه فيه ناس بتبقى عايزة تصغر الانف او تصلح الانف امت اقول انا عايزة اجم الانفي او اصلح انفي لانه ساعات يقولك فينا وجاك في الانف فائق يعني بشكل طبي مؤثر على النفس مثلا هو هو التدخل الجراحي لعلاج الانف ايا يكون بيكون لكذا العدد اشياء البداية التشوهات الخلقية لو فيه تشوه خلقي موجود في الانف زي على سبيل المثال تشوه موجود في سندام الانف بنبصه للاقي ارتفاع في هذا الجزء لا اعلى يوش في سندام الجمل تتشوه خلقي باسماء مرخي مقواصة اللي بيقول عليها ما عرفش اسماء كده يعني بالضبط ممكن نلاقي برضو تشوه عبارة عن انف او مفلطحة مبططة او مرتفعة وهكذا دي كلها تشوهات خلقية في الانف الوحدة لكن ممكن يكون فيه تشوه خلق في الانف مصاحب لتشوه خلق تاني زي الشفة الارنبي نلاقي ساعات بعض الحالات انقصام في الشفة من اعلى يمتد الى الانف في بعض الاحيان ويعمل تشوه في الانف يبقى هنا فيه تشوه في الانف مصاحب لتشوه الموجود في الشفة دي النوع الاول من التدخلات الجراحية اللي هي علاج التشوهات الخلقية لكن في حاجة تانية اصابات الانف واحد اصيب في حادث او واحد بدورب في حادث او حصلت له مشكلة فحصل كسر معين في الانف ده يبقى فيه تدخل تاني جراح الحاجة التالتة التدخل الجراحي لعلاج وظيفة زي ما ساتك قلت ان فيه عجاب في الحاجز الانفي بيتنفس من جزء فيبقى هنا فيه تدخل جراحي لعلاج هذا الوجاج اللي موجود في الانف يبقى هنا فيه تدخل وظيفي في حاجة رابعة اللي هو تدخل لعلاج جزء مفقود من الانف واحد اصيب في حادث ان قطع جزء من الانف او فيه قرحة موجودة في جزء معايا من الانف انت شلتيا هترجاع تعواضيها فيبقى هنا فيه التدخل تعويضي لجراحات الانف فيبقى اذا الموضوع طيب قبل ما نخش بقى يعني احنا دخلنا في الجراحات لكن بس الاول معنا ايمان من السودان ونكمل موضوعنا قالو ايمان قطع اتفصال طيب دكتور مونير احنا يعني من حديك قلت اللي بيحتاجوا لعملية التجميع او امتى تدخل الجراحة في الانف السن قد ايه يعني انا النهاردة سمعت انه مش قبل 18 سنة نقدر مثلا نصغر الانف او نغير في شكل الانف هي الحقيقة بنقول ان السن اللي انت قلت عليه بعيد شوية من الدخل لعلاج الانف عند مرحلة البلوغ لو انا بعمل جزء تجميل للانف مرحلة البلوغ عند السن 13-14 سنة هنا التدخل مناسب لكن اذا اصيب شخص بتدخل جراح اصابة مبالغة وعنده 3 سنين وانا هتدخل علشان اصلاحه مش هستنى لغاية 18 سنة مش هيتغير بقى مع مثلا تغير ملامح وكبر ملامح وجهه ما يكبر بالعكس او استاذ مجرد تدخل المباشر في السن الصغير بيخلي عظيمات الانف تنمو في النمو الطبيعي لان لو سيبتي هتلاقي كل جزء يطلع في اتجاه التشوه اللي ممكن يحصل مع مرور الوقت بيبقى اصعب وعلاجه اصعب الحاجة التانية لما جيش طفل مثلا عنده شفة ارنبية وتشوه في الانف وعنده لسه مولود حديث الولادة السنة لغاية سن البلوغ مش ممكن لازم يتم العلاج بمجرد ولادة الطفل لكن لوفض الجزء من هذا التشوه محتاج لنمو غضروف الانف انتظر على مرحلة البلوغ يبقى اذا مفيش قلول للتدخل لعلاج الانف حسب اهمية الحالة بالضبط انما لو كان تدخل تجميلي من الناحية الجمالية فابنستان الغاية سن البلوغ 13 و 14 سنة دكتور مونير ويليام كبير جراحي التجميل امتى تقول لمريد انت مش محتاج في التجميل بقى خلاص احنا سيبنا المسألة العلاجية سألت التجميل اللي تشغل بالي النهاردة وانا حابق افتاح الموضوع ده كل الناس من كتر ما شفنا انه الانف بقت مرسومة الحقيقة نشوفها يعني كل الناس بقت شكلها بعض يعني الانف اللي بقت كتعلامات مميزة في الوجوه بقت كلها شبه بعض امتى تقول لحد انت مش محتاج ولا تستجيب لأي حد عايز يغير في شكل الانف الحقيقة انا سعيد بالسؤال ده لان الحقيقة انا عايز اقول كلمة في الاول ان لو جبك اجمل انف واجمل عيون واجمل خدود واجمل شفاة وحطت يوم في امرأة هتطلع اكبر امرأة اذا احنا المحتاجين نشوفها التناسق المناسب لهذه الانف بالنسبة للوجوه لكن امتى اقول انا الحقيقة السؤال ده مهم جدا جدا وبالذات في جراحات الانف نسبة عالية جدا من مرضى اللي بيشتكوا من اصابات الانف ويكون عندهم بعض الخلل النفسي نسبة عالية جدا وعشان كده في حالات كثيرة جدا بيكون في رأي مشترك بين الدكتور التجميل والدكتور النفسي المريض ده هيستفاد من الانف ولا لا في نسبة عالية ولكن اذا كان المريض برضو في حالات بقدرش تدخل جراحيا على سبيل المثال فعنده اتهابات شديدة في الجل هبوب شباب منتشرة او حصف او حاجزة جدا لازم عليكها الاول وعدنا تدخل اذا كان عنده المنظر الجمالي انا حاسس ان انا مش هفيده فيه على طول مطلقا بقول لا ودي كتير بتتقالي لان المسألة المسألة ان ما جيلك مريض يقولك انا عايز انف زي فلاني او عايز المنظر الفلاني وانت حاسة من خبرتك انه مش ممكن تفديه فمهما تنصحي اوه ما امنفعش صعب جدا انك تدخل وتعمل عملية جراحية لانه حيرجع بعد كده يطلب الانف العولانية اللي هي كانت بتاعته فالحقيقة لازم يكون الدكتور ليه رأي مزبوط جدا ولازم مش اي مريض يطلب ان احنا ندخل جراحية لنقدر ندخل ودي مهمة جدا وبالزاد في الانف وحالات كتير جدا بناخد رأي الدكتور سيكاتي معانا في شغلنا امتى المريض فعلا او الفتاة او السيدة وانا بتكلم بشكل بس محدد لان احنا للمرأة بتقول انه لأ دي محتاجة جماليا تعمل العملية النسبة بتبقى قدقي يا دكتور او بالنسبة للواجه يعني هل مثلا كبر المناخير اللي هي الانف بشكل عن حدود او ملامح الواجه ولا ايه هو الحقيقة برضو السؤال ده النسب يعني انا عايز اقول سيادتك على حاجة دايما بنلاقي ان الانف بتبقى جميلة والسيدة في بداية حياتها بيبقى المنظر جميل جدا ولكن مع تقدم السن بنبص بنلاقي الخدين بيسقطوا بتبتدي تظهر علامات الزمن بتبتدي الانف تظهر تبتدي السيدة بالذات بتيجي في وقت محدد يعني بتطلب اصلاحات الانف وبيكون العلاج في الحالة دي مش اصلاح الانف بيكون اصلاح جزء من الواجه الخدين اللي سيقته او الترهولات اللي حصلت والانف زي ما هي وبتقدري تعملي حاجة زي كده والامور بتمشي كواس جدا فمش اي مريض يطلق ان احنا بتدخل علشان نصلح الانف نصلح الانف لكن هناك حالات في عيوب واضحة تبقى عبادة وده ما فيهاش على الاطلاق يبقى لابد من التداخل السيد عبد الرازق واضح انه يعني بيقولي انا هو مشاهد رجل معاكم ولازم اسمع ومعانا عن هوا من الصعودية اهلا بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام كل صحة طيبية وانت بصحة والسلام معلش ممكن اه كلم بالدكتور معاك دكتور مونير الله يا كريم اصلا بنا خليك اه دكتور احنا عملنا عملية البنت عندها 18 سنة 18-19 سنة اللي هي عملية من قدام اللي هي يعني تنزل شوية المناخير شوية البحث فعملنا العملية في مصر وبعدها بحوالي فترة كده حوالي حسن شهرين ثلاثة والبرع التورم ترجع تنزل تاني تروح الوراء جنب من مناخيرها بعين تحت عينيها يتورم بعد ان ينزل فعالي حضرتك نعرف يعني احنا بكلم الدكتور يقول لي لا تمشيش في الشمس اه لا تمشيش في الشمس خالص اه فنحنش عارفين يعني ايه سبب ده بنرجع للدكتور تاني ولا يعني ما عرفش ممكن حضرتك تعرفنا يعني السبب لا هو واضح طبعا ان هو جراحات الانف بصفة عامة مجاربا من الدخل جراحيا في خلال عشر ايام بيكون اي غرص داخلية في داخل الانف بتتوعها او بنشيلها والمفروض الحالة تستقره ولكن الانف بتبتدي بتزبط نفسها بترقض لغاية ست شهور لكن الصورة الجمالية بتبان في خلال اصبعين من يوهات العملية فاذا كان لازال في مرة فترة زمنية ولازالت كدمات موجود راحة الانف او فيها عجاج في ناحية عن ناحية فالمفروض ان يرجع للطبيب بتاعه لان طبعا ده شيء غير طبيعي في حالة من حالات الانف علشان ندخل فيها المدة الزمنية دي مهمة او برضو نهيد عليها تاني لانه بعض الاطباء في بعض جراحات التجميل يقولوا انه النتيجة مش سريعة في ظهورها ولكن يجب الانتظار من 3 ل 6 شهور علشان تشوف النتيجة الطبيعية وعلى هذا الاساس من الممكن انه السيدة تفضل منتظرة منتظرة وهي شايفة انه الانف او اي عملية تجميلية مش واخد الشكل الحقيقي لا لا مش كل حاجة هننتظر فيها من 3 ل 6 شهور لكن هو المفروض معظم جراحات التجميل في خلال اسبوعين 3 اسمائل حتى قصة شهر تبقى النتيجة واضحة تماما بتبقى واضحة لكن اذا قلنا ان في بعض الورم موجود في الانف على اساس بتكون منتظر اجزاء جزء وضروفه وجزء رخوة وجزء عزم فده ممكن بياخد بعض الوقت لكن المنظر الجمالي باقي من وقت خروج من العملية طبعا كان في نقطة يا دكتور تخص الاطباء اكتر من السيدة او الفتاة اللي عايزة تجري عملية تجميل فامسها تحديدا بتروح للطبيب وبتقول له انا عايز اعمل امفي بشكل معين يوريها صور على الكمبيوتر يدخلوا الصور يطلع لها شكل يبقى بضع طيب اوكي هنعمل بالشكل ده بتخرج بتلاقي الانف مختلفة عن الشكل اللي طلبته فبيبتدي فيه انه لا العملية مش صح وان هي دي المفروض بس هل تتعمل لها هل ده بيبقى عدم مصرحة الطبيب للحالة في انها هي دي الانف اللي تصلح لها شكلا او اللي ممكن الانف تطلع في النهاية بالشكل ده الحقيقة انا سعيد جدا بالسؤال ده اوي 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 كنا زمان بدخل على الكمبيوتر وكلام ده اكتر من 15 سنة ما بدعملهوش دلوقتي ليه لانك انت بتعملي صورة جماليا هي حس بيها لكن بعد العملية بتقول دي مش انا وهو الولد بيقول انا مش انا فده كلام مش مزبوط لابد انك انت تدخلي عشان جدا لنسا بقول دلوقتي ان بناخد رأي طبيب نفسي لو انت حسيت المريض بتاعك مهزوز يبقى لازم تعرفي مدى افت وقد ايه الحاجة التانية انا مفيش حاجة اسمها دخل صورة على الكمبيوتر انا بطلب الصورة اللي ليها او لحد قريب ليها من العيلة اللي هي تحبها علشان اشتغل عليها لكن انا عمري ما ودخلها تشتغل على انف بالشكل انفاميرير للعائلة دي لكن مهشية طلبة طب اتريد عايزها مثلا منحوطة وروماني الحاجات اللي بنسمع انا موافية بس اذا ما كانش تمشي على الوش مش هعملها هل كل انف تصلح ان انا اخلق منها انف اخرى ولا كل انف لها شكل معين يتبع مش كل انف تصلح ان اخلق منها عشان اخرى محصلش هذا الكلام الكلام ده بعيد عن الطب الخالص خالص احنا بنشوف اقرب منظر جمالي لهذه الانف على هذا الوجه انما تيجي تقولي لي اديني الانف دي عشان اعملها ده كلام مش طبي انا باخد الاقرب منظر جمالي لهذه الانف بغضريفها وبعظمها وبكل الجزء الريخ بتاعها على هذا الوجه ونحاول ندخلوا ليها لكن انا عايز الانف الفلاني انا اوكي هعمل الانف الفلاني لكن هي مش هتبقى مقتنعة بنفسها وحتدخل في مرحلة من المراحل اللي مش مزبوطة مفيش دكتور هيحاول انه يدخل نفسه بحاجة زي كده لكن احنا بنشوف المنظر الملائم اذا اقتنعت به تبقى دي مشي معاك في الطريق اذا ما اقتنعتش به بتاخد رأي طبيب ده ستقول هلزي جراحة تمتفيدها انا مش هتفيدها ومعظمهم ما بتفديهاش ومعظمهم ما بيعملهاش دكتور مونير هل جراحة الانف او تصغير الانف او تجميل الانف من اول مرة ولا هناك بعض الانواع اللي لازم لها اكتر من مرة تدخل جراحي كل حالات الانف تدخل جراحي من مرة واحدة الا حاجة واحدة اللي هي لما يكون فيه فقدان جزء من الانف فقدان جزء من الانف معناه ان انا فيه جزء اتفقد من الانف انا محتاج اعمله تعويض يا باخد شريحة من مقدمة الرأس ودي اسمها الشريحة الهندية يا باخد شريحة من الخدين ده ده الغضاريف سواء كان غضروفي او عظمي انا عندي جزء فقدان كامل من جزء الجلد انا بعوضه في هذا الجزء يا باخد شريحة من مقدمة الرأس شريحة جلدية حطها في الانف وبعد مرور حوالي 3 اسابيع لشهر افصلها دي اسمها الشريحة الهندية او باخدها من الخدين دي الشريحة الفرنسية وبقدم الرقبة دي الشريحة الإيطالية عملتوا ايه بعد الحادث على منخرها فاتعوجت العدمة وبعدين الدكتور حاولني على مستشفى عدلوها كميني حضرتك يا مادام رجاء عدلوا العدمة لكن طبعا العدمة نفرق لفوق هم عايزة تعرف هو علي لازم ما تتعملش دلوقتي إلا بعد سن 17 أو 18 سنة الحقيقة هي مشاكلة لها برضو عقدة شوية يعني هي ألمانية الجنسية وكده وبعدين بتقول يا ماما منظر مناخير كبيرة هي كبرت شوية فعلا فممكن أعمل لها العملية على سن 16 قربت تكمل 16 مثلا شكرا مادام رجاء نفس الفكرة فكرة السن 18 سنة لا يا صح يا أستاذة دي حادث معناها إن أنا غيرت مراكز النمو اللي موجودة في الأنف فدي لابد كانت إنها تتصلح في وقت العملية واضح إن التصليح ما كانش كامل أو مكتمل أو غير متخصص ولازال فيها عيب فالمفروض من وقتها تتصلح من 11 سنة نحن دلوقتي 15 سنة هي بتقولها السنة لل 16 سنة كلام مش مزوط التدخل دلوقتي وضبط الأنف دلوقتي لأن هي كل ما تسيبها كل ما تتشوه الخلطي كل ما يباني كل ما ملابحه تزيد كل ما البنت نفسيا تروح مننا ودي برضو حاجة مهمة لا بد من الدخل الجراحي فورا دي حالة ما تتسابش دي إصابة إصابات الأنف التدخل في الحال فيش حاجة اسمها السنة في إصابة أنف لا ما هي تدخلت وهم عملونها تدخل غير سليم أو سليم تدخل غير سليم لا يتصلح في وقتها برضو يعني هي عملت عملية في خلال شهر العملية مش مزوطة تتكمل عملية تانية أو هكذا ما تتسابش 3-4 سنين لغاية لما تدخل فيك يا ربكم يسمعتي يا مدام رجاء دكتور مونير خلاص الفقرة جريت بسرعة عنه موضوع مهم جدا هل في حاجة سريعة في ثواني تقولها لكل من يريد أن يجري عملية تصغير أو تجميل الأنف وتجميل مش بقى علاجي يعني إذا كان هناك تشوه واضح لابد من التدخل الجراحي في السن المناسب لإصلاحه لكن إذا كانت المسألة مسألة إن أنا بدلع أو بعقلة فلان وفلان أنا منصحش أبدا لأنه هيدخل أو هتدخل في دوامة عمليات متكررة في الأنف مش هتدخل بشكر حضرتك دكتور مونير ويليام كبير جراحي التجميل شكرا لحضرتك سيدتي لسه معاك ولكن دلاتي هنروح لفقرة جميلة جدا وممتعة جدا ومكلفة جدا خواتم ألماز استمتعي وتفرجي ونرجع مرة تانية معاك في فقراتنا وسيدتي موسيقى 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 اشتركوا في القناة